السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء معكم الاستاذ المهندس محمد نور بمادة الرياضيات سوف نتابع في هذا الكتاب محلما توقفنا الدرس السابق بصفحة 140 وصلنا لدي هذا الورنيك يقول لي بيه الورنيك 2x2y تساوي 4x2y تساوي 3 كما يقوم به القرآن من تساوي 3x2y تساوي 4x2y تساوي 3x2y تساوي 4x1y تساوي 4x2y تساوي 4x2y تساوي 4x2y تساوي 5x2y تساوي 0x2y تساوي 5x2y وخمامها مع بعضهم بريد اطالة واحدة اوضاف الثانية طيب خلينا نساويه مثل بعضهم ونجمعهم يعني نفس امثال بعضهم ونجمعهم هون عندي y هون عندي 2y فبضرب هون بناقس 2 اذا ضربت بناقس 2 بصير عندي ناقس 2x كمان هون عندي بصير ناقس 2y تساوي ناقس 6 طيب باجي لاجمع عندي هون 2x وهون ناقس 2x طاروا مع بعضهم هون 2y وهون ناقس 2y طاروا مع بعضهم 4 ناقس 6 يعني رح يصير عندي 0 يساوي ناقس 2 طيب اذا طلع عنا من هالشكل اتعلمنا انه ما في حلول مشتركة يعني هاي بوش كومي بالدرس الماضي حكينا شوي عن معادلات المستقيم قلنا كمان اذا طلع ما عنا حلول ابدا معناته هدولي المستقيمين متوازيات ما رح يتقاطعوا ابدا مع بعضهم لحتى يطلع لهم حلول مع بعضهم اذا هدول المستقيمين اذا رسمناهم رح يطلعوا معنا بشكل مستقيمين متوازيين ما را يلتقوا مع بعضهم نهائيا هون كمان رسم لي اياهون لا يفرجيني اياهون عرض الواقع هذا هيك وهذا هيك ادما امتدوا عبيقلي ما رح يلتقوا نهائيا لذلك ما عندي ولا نقطة مشتركة بيناتهم يعني عندي فاي مجموعة ما عندي ولا حل بيناتهم هلا هون بيصير اسيز دا عبيقلي 2x زائد 3y تساوي 3 وعندي 4x زائد 6y تساوي 4 دين كلام سيستمنين تزوم كوميسين ياردمي لبولنوز بدو اوجد نقطة التقاطع يعني نقطة الحل بايش باستخدام مين باستخدام الرسم طيب هلا انا عندي هالمستقيمين هدول هذا مستقيم وهذا مستقيم قلت انا اذا بدي ارسم مستقيم بفرض اول شي اكس تساوي الصفر وبطالع قيمة الواي بصير عندي نقطة كمان بطالع نقطة تانية بنزمني نقطين لارسم كل مستقيم فمن هالمعادلة هاي بقول اذا اكس تساوي الصفر معنى تطارت عندي هاي من هون صار عندي زائد 3y تساوي 3 حيانا بختصر مع 3 واحد во 1 فق дальموان بفرض الواي تساوي صفر اذا الواي تساوي صفر فراح عندي هذالح نہات صار عندي 2x تساوي ثلاثة طيب 2x تساوي ثلاثة بقسم على امثال X فبيصير عندي X kepada 3 يعني واحد ونص اكتبه كمان بشكل نقطة اكساتة هالطرف وياته هالطرف هالصفر. هلأ باجي على المستقيم الثاني. وبمعادلة المستقيم الثاني اربعة اكس زائد الطي واي يساوي اربعة. فبصير عندي اول مرة بفرض اكس تساوي الصفر بصير عندي ستة واي تساوي اربعة. معناته الواي تساوي اربعة على ستة باختصرها هي وهي على اتنين فبتطلع اتنين على ثلاثة. هلأ عندي نقطة اكساته صفر وياته اتنين على ثلاثة. كماني باخد واي تساوي الصفر بعد ما لهي فبصير عندي اربعة اكس تساوي اربعة. معناته بقسم الطرفين على اربعة تطلع معي الاكس تساوي واحد. كماني بكتبك نقطة اكساته واحد وياته صفر. طيب بجعل رسم. اول مستقيم طالعت منه نقطتين. هاي النقطة وهي النقطة بروح بحددين. صفر على الاكس على واي واحد. بطلع على واي واحد. وبحط نقطة. طيب. بجعل النقطة التانية. صفر على واي على الاكس تلاتة على اثنين. تلاتة على اثنين يعني واحد ونص. بجي هون لهون واحد. وهي نص. بحط نقطة. طيب بوصل safer يارة هالنقطتين هدول بيطلع معي هادي المستقيم اللي هو معادلته. اثنين اكس زائد ثلاثة واي تساوي ثلاثة. هلا باجع على المستقيم الثاني اللي معادلته هاي. عندي طالعت كمان منه نقطتين. هاي النقطة وهاي النقطة. وايات اثنين على ثلاثة. ايش يعني واياتة اثنين على ثلاثة? يعني واياتة تلتين. يعني الثلاث زائد الثلاث. فهي أقل من الواحد. بطلع بقسم الواحد الموجود عندي هون. مو من هون لهون واحد. بقسمه ثلاثة شقف. يعني يصير عندي شقفة شقفتين ثلاثة. وبشقفته الثانية يعني تلتين و الثاني. بحط نقطة حطيت نقطة هون. باجي على النقطة الثانية. النقطة الثانية اكساتة واحد واياتة صفر. طيب اذا كانت واياتة صفر معناتها هالمستقيم. اكساتة واحد معناتها هون. باجي برسمه بتفاجأ بلاقي انه هاد المستقيم يوازي هاد المستقيم. طيب لحنا انه اذا كانوا المستقيمين متوازيات معناته مجموعة الحلول فاي يعني مجموعة الحلول ما عندي ولا قيمة لا اتأكد من حلي بحاول احلهم حل طيب انا اذا جيت لأحلهم حل معناته لازم احل هالمعادلتين ببعضهم طيب هوني عندي 2x هوني عندي 4x اذا ضربت بناقص 2 بصير هاي هوني ناقص 4x وهوني زائد 4x بطيروا مع بعضهم فبضرب بنائص 2 بصير عندي ناقص 4x هوني ضربوا بنائص 2 كمان بصير ناقص 6y طيب تساوي هوني كمان ضربوا بنائص 2 فبتصير عندي ناقص 6 هلأ بتجمع ما بين هالمعادلة وهالمعادلة هوني زائد 4x هوني ناقص 4x راحوا هدوتينتين مع بعضهم هوني ناقص 6y هوني زائد 6y راحوا مع بعضهم الهدل عندي ويات والهدل عندي اكسات صار عندي صفر ايش تساوي ناقص 6 زائد 4 ناقص 6 زائد 4 بتطلع ناقص 2 طيب اذا طلع عندي من هالشكل مو كنا منتفقين قبل انه هو بالمجموعة ما عندي ولا حل لأ له فهيك بحلل له يا هلأ منيجي على معلومة جدا 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 هامة هلأ عبي قلي اذا كان عندي مستقيمين ا اكس زائد بي واي زائد مي يعني اذا كان عندي مستقيمين من هالشكل عندي واحد هيك واحد هيك تمام؟ قال اذا كان امثال الأكس بالمستقيم الأول على امثال الأكس بالمستقيم الثاني تساوي امثال الواي بالأول على امثال الواي بالثاني وتساوي السابت هاد اللي هون على السابت اللي هون إذا دورالار تكشكتر في تزومكم اذا صونسوز المان لدر يعني إذا كان عندي هاي متحققة فهدول اتنين بيكونوا منطبقات على بعضهم وعندي المجموعة الحلول مجموعة غير منتهية من الحلول يعني بتضم كل المجموعة طيب هلأ إذا كان عندي أمثال الـ على أمثال الـ تساوي أمثال الـ على أمثال الـ ولا تساوي السابت على السابت يعني الرقم اللي بزيد اللي هو هون ما بتساوي هاد على هاد فإنه إسا عبقلي يعني متوازيات طيب إذا كانوا عندي هالنسب متحققة معناته هالمستقيمين هدول هن مستقيمات متوازية ومجموعة الحلول لقلهم بوش ما فيه ولا نقضي التقاطع بينهم هلأ الحالة الثالثة عابقلي إذا كانت أمثال إكس للأول على أمثال إكس للتاني لا تساوي أمثال الـ للأول على أمثال الـ للتاني إذا دورو لار بير نقطة دا كسي شر في تزوم كومس بير ألمان لدر يعني عابقلي إذا تحققت هالنسبة هالمستقيمات بيتقاطعوا بنقطة واحدة ومجموعة الحلول لقلهم نقطة واحدة فقط بير تاني تمام؟ بير ألمان لدر يعني عنصر واحد الآن منشوف هنا مثال عابقلي آ ناقص ثلاثة مضروبة بإكس زائد اثنين واي ناقص أربعة تساوي الصفر وكمان عابقلي خمسة إكس زائد ثلاثة واي ناقص واحد تساوي الصفر دين كلام سيستمين تزوم كومس بير ألمان لدر ألمس إذا آن هنجي ديار ألم يجان بلالهم يعني عابقلي إذا كان إلو ألمان واحد في نقطة التقاطع وحدة عابقلي الآن إينا قيمة ما بتغدى أبدا طيب نحن قلنا إذا كان عندي بتقاطع بنقطة وحدة معناته أمثال إكسات الأول على أمثال إكسات الثاني لا لا تساوي أمثال ويات الأول على أمثال ويات الثاني بكون عندي نتقاطع بنقطة طيب هون عندي إيش أن أمثال الأول هي أمثال الأول هي أمثال إكسات الأول وهي أمثال إكسات الثاني وهي أمثال وايات الأول وهي أمثال وايات الثاني بروح بحطهم فوق بعضهم وبكتب إشارة لا تساوي ذاتا هو طلب القيمة المرفوضة فهي هي الله تساوي يعني فبصير عندي بالبسط A ناقص 3 هي أمثال Xات الأول على خمسة أمثال Xات الثاني لا تساوي أمثال ويات الأول اللي هي 2 على أمثال ويات الثاني اللي هي زائد 3 هلأ بضرب طرفين بالواسطين وبطالع قيمة A فبصير عندي 3 مضربة ب3 ناقص 3 وكمان لا تساوي الاتنين دي خمسة طيب صار عندي هالشكل هاد هلأ بفكه 3A 3A ناقص 9 يعني ناقص 3 بتلاتة اللي هي 9 لا تساوي العشرة بنقول التسعة لهالطرف هاد فبصير هاي التسعة موجبة فبصير 3A لا تساوي التسطعاش معناتها بقسم على أمثال اللي هي 3 فبصير عندي الالحالة لا تساوي التسعة عالة 3 عبقل لي هون وهالده A ديارة تسعة عالة 3 الماز ما بصير تكون تسعة عالة 3 ذاتا هو طلب القيمة اللي ما رح تكون هلا بالأورنكت البعد وعب يقلي A ناقص واحد كمان مضروبة بX زائد 2Y ناقص B زائد 4 تساوي الصفر كمان اعطاني هون 2X زائد 3Y زائد 4 تساوي الصفر دين كلام سيستمنين تساوي الصفر تساوي الصفر المال الضوناقوري B ناقص A ديارنا بولولوم عبقل لي صفر معناتا هدول اتنين لازم يكونوا منطبقين على بعضن لحتى يصير عندي حلول لانهائية نقاط تقاطع لانهائية مع بعضن بده أوجود له قيمة B ناقص A كمان ضمن هالقوانين اللي أخدناهون إذا كان عندي منطبقات على بعضن لازم تتحقق هالمعادلة هاي أمثال الأول يعني A ناقص واحد على اتنين لازم تكون تساوي الاثنين على ناقص الثلاثة كمان لازم تكون تساوي هذا كل ياته بمثلي ثابت ناقص B زائد أربعة على مين على أربعة بحطهم بهالشكل هاد فبيطلع عندي من هالمعادلة بيطلع عندي ومن هالمعادلة بيطلع عندي البي أول شي باخد هالطرف هاد A ناقص واحد على اتنين تساوي اتنين على ناقص الثلاثة بضرب طرفين بوسطين يعني بضرب الناقص الثلاثة بال A ناقص واحد تساوي مين اتنين باتنين اللي هي أربعة فبصير عندي هون ناقص الثلاثة A زائد الثلاثة يساوي أربعة بنقول هالثلاثة لهالطرف هاد فبتصير ناقص الثلاثة بصير هاد الطرف واحد بعدين بقسم على ناقص الثلاثة فبتطير ناقص الثلاثة من هون بتصير محلة هون فطلعت عندي الـ A اش تساوي ناقص واحد على ثلاثة هلا بجي باخد نص المعادلة من هالطرف هاد مش هنقطال قيمة البي فبصير عندي اتنين على ناقص الثلاثة تساوي ناقص بي زائد اربعة على اربعة كمان بضرب الطرفين بوسطين يعني اتنين باربعة تمانية تمانية تساوي ناقص الثلاثة مضروبة بالناقص بي زائد اربعة طيب بضرب الناقص ثلاثة بالناقص بي بتصير زائد ثلاثة بي وبضرب كمان ناقص الثلاثة زائد اربعة فبتصير ناقص اتنعش. ايش تساوي? تساوي تمانة. طيب بنقول ناقص اتنعش لهالطرف بتصير زائد اتنعش عندي تمانة هون فبصير وعشرين. صار عندي تلاتة بي تساوي عشرين. معناته بقسم على امثال البي بيطلع معي البي تساوي عشرين على تلاتة. هو طلب مني اناقص البي من ال ا. بشيلي البي بحطه في الاول. وبنقص منه مين? ال ا. طيب هون لنقصهم. المقامات عندي موحدة فورا بنقص. هون عندي ناقص. وهي اشارته ناقص فبصيره زائد. فبصير عندي ثلاثة بالمقام. وعشرين زائد واحد واحد وعشرين على ثلاثة. الواحد عشرين على ثلاثة تساوي سبعة. طبعا قيمة البي ناقص ال ا هي سبعة. هلا بالتمرين هاد عبي قلي. ال ا ناقص واحد مضروبة بال ايكس ناقص اثنين واي زائد اربعة. على مين? على اثنين ا زائد واحد. مضروبة كمان بال ايكس. زائد ثلاثة واي ناقص خمسة تساوي الصفر. طيب كماني طلب مني دين كلام سيستمنين. تزوم كومسة بوش كومي. اولدو ناقوري آنن. ديارنا بولالون. طيب عبقلي ازا كانت هاي هدول اتنين بوش كومي. بوش كومي معنات هنين متوازيات. طيب بوش كومي بدو قيمة ال ا. طيب ازا كانوا متوازيات حكينا انه امثال الاول على امثال التاني تساوي امثال هاد الاول على امثال التاني. فقط لا غير. ولا تساوي هدول. هلا ما بهمني ولا تساوي هدول. بقدر باخد من الطرف الاول بكفيني. فصار عندي ا ناقص واحد. اللي هي امثال هاد. على مين على امثال اللي تحتو? اتنين ا زائد واحد. ايش تساوي? تساوي ناقص اتنين على زائد ثلاثة. فبدروب طرفين بوسطين بصير عندي تلاتة مضروبة بآ تلاتة آ ناقس تلاتة تساوي اتنين آ مضروبة بنائس اتنين فبصير ناقس اربعة آ كمان هون الواحد مضروبة بنائس اتنين ناقس اتنين طلعت معي بهالشكل بنقول مجاهي للطرف المعاليم لطرف وبحلها عندي هون ناقلت لهالطرف سيزايد اربعة آ وعندي ثلاثة فبصيره سبعة هاي الثلاثة ناقس ناقلت لهالطرف امصار الزائد وعندي ناقس اتنين فبصفي واحد معناته بقسم على امثال الآ بتطلع معي الآ واحد على سبعة وهو المطلوب هلأ هون بالسيرة سيزده عبيقلي عطيني معادلتين وعبيقلي دين كلام سيستمنين تزوم كوميسي سونسوز ألمان ل قولدو ناقوري مي تشارب ني كاتشتر بدو تكون سونسوز اذا كانت سونسوز معناتها اثنين منطبقات على بعضهم معناتها بطبق امثال هاد على امثال هاد تساوي امثال هاد على امثال هاد وتساوي امثال هاد على امثال هاد فورا بكتب امثال الاكس للأول يعني مي ناقص اتنين على مين على تلاتة ايش تساوي امثال الوايلة الاول اللي هي تلاتة على مين على ناقص اربعة هاي على ناقص اربعة كمان ايش تساوي تساوي هاد الحد كله يمثلي السابت تساوي ناقص مي زائد خمسة طيب على مين على ستة هلأ بحسب المي من هالطرف هاد وبحسب الني بهالطرف هاد هلأ المي اول شي طرفين وبوسطين عندي عندي هالمعادلة هاي باخد طرفين وبوسطين عندي ناقص اربعة مضروبة بمي ناقص اتنين بكتب فورا ناقص اربعة مضروبة بمين اول شي بمي كمان الناقص اربعة مضروبة بالناقص اتنين فبصير زائد ثمانة ايش تساوي الوسطين تلاتة بتلاتة وتساوي تسعة طيب هلأ بنقل الثمانة لهالطرف وبصير عندي بهذاك الطرف يساوي واحد لانه الثمانة بصير ناقص تمانة وعندي تسعة ببقى واحد هون ايش بقي عندي ناقص اربعة مي طيب بقدر بطير هاي الناقص اربعة من هون وبحطها هون هيك بتطلع معي قيمة المي هي ناقص ربع هلأ باجي على الطرف التاني هوني عنا ناقص وليست زائد معادلة ناقص ان ناقص خمسة وليست زائد خمسة طيب الطرف التاني من المعادلة هلأ باجي بحلو عندي ناقص اربعة مضروبة بها الحد وعندي تلاتة مضروبة بالستة فبصير عندي تلاتة بستة بصير عندي تمنتاش تساوي هلأ هون ناقص اربعة بنائص ني وبصير زائد اربعاني كمان هوني عندي ناقص اربعة بنائص خمسة بتصير زائد عشرين هلأ بنقول هالعشرين لهداك الطرف بتصير ناقص عشرين. فبصير عندي هون ناقص اتنين. ايش يساوي زائد اربعة نية. يعني اربعة نية. ازا بدي قيمة النا لحالة باختصرها من هون بقسم على اربعة هون. ناقص اتنين على اربعة معناها بتطلع معي النا تساوي ناقص واحد على اتنين. اختصرت فقط على اتنين هون. هلا هو ايش طالب مني? طالب مني ضرب هاد بهاد. ازا بدي اضرب كسور ضرب البسط والبسط ونضعه بسطا والمقام بالمقام ونضعه مقاما. هلا عندي هون ناقص وهون ناقص فتصير اشارة زائد. هلا هي تساوي زائد اول شي رح تكون اشارة. واحد بواحد واحد اربعة باتنين بتمانية معناها تجواب زائد واحد على تمانية. لهون بانتهي درسنا اليوم. نلتقي بالدروس القادمة ان شاء الله.